كرة القدم لا تتوقف عن المجيء بالجديد وغير المتوقع لتلهب حماس محبيها ومتابعيها بكافة أنحاء العالم لذا يحرص مسؤولها على إحداث ثورات مستمرة تتعلق باللعبة وقوانينها وما يدور في فلكها وفي ظل التعديلات المستمرة على قوانين كرة القدم يبدو أن السنوات القادمة ستشهد تغييرات فارقة من ناحية بعض القوانين الخاصة باللعبة وفقا لمقترحات المجلس الدولي لكرة القدم وأرسين فينجر رئيس لجنة التطوير بالفيفا أول التغييرات المرتقبة يتعلق بقانون التسلل الذي سيمنح المهاجم أفضلية أمام المدافعين بعدم اعتباره متسللا طالما كان جزء من جسده على خط واحد مع آخر ثاني مدافع على عكس ما يعمل به في الوقت الراهن المقترح الثاني يتمثل في تقليص مدة المباريات من 90 إلى 60 دقيقة فقط وإيقاف دقائق المباراة مع كل توقف مثل مباريات كرة اليد كما أنه من المحتمل تغيير شكل رمية التماس لتصبح ضربة تمس تلعب بالقدم وليس اليد في وضع مشابه للكرة الخماسية فهل ستزيد التغييرات المنتظرة جرعة الإثارة في الملاعب؟ ترجمة نانسي قنقر